مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراق تشهد خدمة الأنترنيت في العراق منذ أشهر ضعفا وانقطاعات متعددة دعت الكثير من العراقيين إلى الشكوى وإلى التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى تراجع هذه الخدمة مقارنة بالدول الأخرى في وقت كان ينتظر العراقيون إلى تحقيق تطور حسب الوعود التي أطلقتها الجهات المسؤولة ومن ضمنها مواعيد تشغيل ما يعرف بمشروع الكابل الضوئي ترى أين وصل هذا المشروع وما هي أسباب تردي خدمات الأنترنيت وارتفاع أسعارها أيضا مشكلة تراجع خدمة الأنترنيت محور حلقة اليوم من برنامج بالعراقي نناقشه مع أضيوف المختصين الكرام علي القصاب المدير العام للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات والدكتور على جاسم موسى المدير التنفيذي للمشروع الوطني للأنترنيت وهو مشروع وطني لشركة أهلية والشاب الناشط عمر حازم وهو عضو الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي أنسم مرحبا بالضيوف الكرام أستاذ علي في الشهر الماضي ازدادت شكوة العراقيين من تراجع كبير على الرغم من وعود قطعتها وزارة الاتصالات بالتحسن ووعدت أيضا بمعالجة ما وصفته ببعض الإشكالات التي حصلت في تقديم الخدمة بسم الله الرحمن الرحيم قناتكم الكريمة وجمهور قناة الحرة بداية حقيقة مشكلة خدمة الانترنيت هي ليست وليدة اليوم ولا قبل شهر بل هي أكثر من أكثر من ثلاث سنوات هناك مشكلة حقيقية هناك تزايد الطلب على سعات الانترنت من خلال التطور التكنولوجي الحاصد في تناقل بيانات من تكست إلى صور إلى فيديو إلى فيديو بـ Resolution HD كل هذا طبعا يحتاج طبعا أكيد سعات عالية بينما الشبكة بقت نفسها الشبكة الضوئية لوزارة الاتصالات ما واكبت هذا الشيء الوزارة طبعا قامت بإنشاء شبكة رديفة لها الشبكة الموجودة القديمة أطلقنا عليها مشروع الوطن الانترنت حقيقة هاي الشبكة عادة قدرة على تقريبا عشر تالاف ضعف من الشبكة الحالية وتلبي احتياجات البلد هذا اللي أطلقنا بأنه بيطلقنا بتنفيذ مشروع الوطني اللي كان المؤمل ليدخل حيزة العمل الشهر الثالث من عام 2017 ونحن الآن بشهر الرابع في 2018 دخل حيزة المشروع حيزة التنفيذ والتشغيل التجريبي ابتداء من يوم اثنين وعشرين ثلاثة على العام طبعا بدأ تحسن تدريجي في خدمة الانترنت في عموم البلد لحد الآن طبعا المشروع ما مشتغل كافة الطاقتة أقدر أقول يعني واصل إلى عشرة بالمئة من طاقة اللي المفروض المؤمل يعني مقططة إليه لكن هاي العشرة بالمئة طبعا أثرت تأثير مباشر حسا على خدمة الانترنت نسحها لي موجودة وطبعا خلال يومين ثلاثة راح يكون زيادة وبالتدريج إن شاء الله يعني أكون صريح وياك أستاذ علي الكثير من التعليقات المقالات تشير إلى أن الوزارة من زمان ترافقها فقط الوعود راح يتحسن زادت أعداد مستخدمي الأنترنت أثر على شغلنا هذه الوعود أيضا لابد أن يرافقها توضيح هناك من يشير أن الوزارة تصر على احتكار الخدمة وتزويد شركة الاتصالات بسعات أنترنت بأسعار تفوق ما تقدمه الدول المجاورة سؤال جدا دقيقا حقيقة من أسباب مشكلة الانترنت بالعراق هناك طبعا سبب من رئيسين أولها هي أصلا البنية التحتية التحدي البنية التحتية عدم قدرتها على استعافة التحدي الثاني أنه أصلا أسعار إيجار البنية التحتية للشركات القطار الخاصة هي أسعار حقيقة عالية جدا فبما يشكل كبير على هذه الشركات وشجع الشركات أيضا طبعا لاستخدام طرق غير قانونية في إدخال السعات اللي مثل ما يمكن شفته أو سمعته في مدينة كاركوك إذا نرجع لأسبابها نحن مو فقط نحلل ليش صار هذا الشيء إنما إذا نحلل هو ليش خلينا يصير هذا الشيء لأنه أسعار أصلا أسعار قلنا تحتية عالية جدا فهذه الشركات لأنه كانت خارج سيطرة الحكومة مدينة كاركوك طبعا فقدرت يدخل كواب الضبان لا هو أول سؤال يقول لك هي خدمة متواضعة تيجي وزارة الاتصالات تجيب شركات أهلية تطيهم سعات يعني هاي الخدمة المتواضعة والشركات تثق الكاهل المواطنين بمبالغ كبيرة وخدمة سيئة هاي حقيقة يعني ذكرته إنه هي مشكلة البناء التحتية الموجودة بالوزارة نعم شركة الاتصالات اللي معنية بالبناء التحتية للشبكة القديمة طبعا الشبكة هاي منذ 2003 صار عليها تطوير لكن أنا ذكرت إنه ماذا توازي التطوير للطلب المتزايد للإستعادة لكن الوزارة ما وكفت مكتوفة الأيدي بل قامت بإنشاء الشبكة من حق كل إراقي يفتخر بيها 4300 كيلومتر خلال سنة نفذتها من خلال طبعا المشاركة مع القطار الخاص العمل كان لو أي دولة أخرى ممكن كان سنتين ثلاثة كان طور الحمد لله أكثر من مرات أكثر من 16-17 ساعة يوميا كان عمل بالمشروع المشروع مثل ما ذكرت إنه أصلا كان منذ العام يبدأ التنفيذ لكن هناك طبعا تدخلات من جهات عديدة أنا أريد يعني أتحدث عن هذه الجهات فيما بعد لو تسمح لي وأيضا أتحدث عن هذا المشروع بشكل تفصيلي أكثر وعن الشائعات التي تم الحديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دكتور علاء مرحبا بك من جديد أنتم أهل النساء شركة أهلية أو شركة المنفذة المستثمرة المستثمرة ويبدو أن على عاتقكم الكثير من الحديث هناك نواب تحدثوا على أن هذه الشركة غير ملتزمة وأنها لحد الآن لم تفي بوعودها وأن مشكلة الأنترنية حسب رأي البعض هي في البنية التحدية وهو ما زاد من رداءة الوضع وأيضا سعر السعات المرتفع أنتم تقولون هذه السعات بسبب الوزارة أيضا تبيع هذه السعات ويعني تنعكس على المواطن بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك ذكرت ثلاثة أربعة سئلة في جملة واحدة سأبدأ بها بالتسلسل مقدمة أريد أوضح للمواطني الكريم من خلال قناتكم الموقرة فكرة بسيطة عن المشروع الوطني المشروع الوطني للإنترنت هو أكبر شبكة تبنى تحتية بالشرق الأوسط امتلكها العراق منذ العام 2017 مثل ما قال أستاذ علي كلفنا بإنشاءها بداية شهر الثالث 2016 بدأنا العمل كان المفروض شهر الثالث 2017 مخلصين نحن شهر الواحد 2017 أعلن إنجاز ثلاثة وتسعين بالمئة من المشروع طبعا هذا الإنجاز بحدود أربعة ألاف وتلاثمائة كيلومتر مع بناء مئة وتسعة بدالة في مئة وتسعة مدينة عراقية لأنزال ساعات إنترنت غير قابلة للانقطاع في فترة أثناء الشهر يعتبر شيء ضربا من الخيال فشيء معجز ممكن أن نسجل بموسوعة جنس لأسرع تنفيذ لشبكة أليف ضوئية بالعالم طبعا في بلد مثل العراق في بلد كانت بعض المناطق محتلة من داعش بعض المناطق كانت تعاني من تداخل بالخدمات كبير العراق بسبعة آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية بأنهار ومبازل بيتحديات كبيرة بلد مثل العراق من أصعب البلدان يتنفذ به شبكة ونفذناه بأعماق عالية كنا مؤمنين أنه والدافع الأساسي أنه هو الحاجة البلد لهذه الشبكة نحن البلد يعاني من ضعف كبير في البنى التحتية تسلسلنا تقريبا في ذيلة تصنيف العالمي هل المشكلة في الحكومة في قضية البنى التحتية والشركات هي التي توفر البنى التحتية؟ بالضبط لا عادة بكل دول العالم القطاع الوسيلة الأفضل والأغلب دول العالم تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص عادة الدول لا تستثمر بالخدمات ميزانات الدولة لا تذهب للخدمات نجيب مستثمرين المستثمرين يقدمون خدمة للناس ممتازة والدولة تضمن أنه الوظيفة الأساسية أنتت خدمة للمواطن وأخذت جزء من أرباح هذه الاستثمارات وهذا المعمول بكل دول العالم نحن لدينا خلل بفلسفة إدارة الدولة كل المعترضين على المشروع كان همهم الأساسي موارد الدولة والموارد وهدر المال العام ولا المواطن ولا في قاموس كلماتهم أصلا خدمة المواطن لا أحد أشار له يعني وظيفة دولة الأساسية أول مرة أنت خدمة للمواطن وإن فاض شيء للميزانية الحكومية فبها ونعمة إن ما فاض على الأقل أن نقدم خدمة لو تسمح لي المواطن يدفع فلوس كثيرة ومدى يأخذ خدمة جايك أستاذ ولهذا هذا المشروع هو الضرورة من هنا تنطلق ضرورة المشروع سابقاً الموجود كبناء تحتية بالعراق قبل المشروع الوطني شبكة ألياف ضوئية متقادمة بسعات محدودة بدون جودة خدمات الآن في أي خدمة تقدم حضرتك تشتري خدمة من أي مكان تحتاج تطب ضمان على توفير هذه الخدمة أنا إذا لم أجدنا الخدمة لا أعطي فلوس أنا أجر خدمة نقل وسيلة نقل تنقل من نقطة A إلى نقطة B إذا لم أصلتني النقطة B أنا لا أدفع المفلوس ما عاد العراق بخدمة الإنترنت ما عادنا خدمة أصل أي سابقاً يعني إحنا كشركات كنا نعمل في قطاع الإنترنت من أجي أخذ ساعات من الوزارة من الحكومة ما كو ضمان إنه هاي الساعة ذان قطعت ما كو ضمان جودة خدمة أقدر عكسة للمواطن بالمقابلة أنا شا استلم استلم الميجا بيت برساكنت بحدود تكلفتها بحدود 200 دولار مع العلم هي تكلفتها بالخارج الحدود نص دولار نعم نحن دعنا نتكلم عن بلدي بخدمة الإنترنت ساعة الإنترنت بي 400 ضعف خلو نكون صريحي إذن الوزارة جاي تبيع لكم؟ بأسعار جدا جدا عالية زين ما سننسوي؟ المواطن تقريبا معدل استخدام بسيط لخدمة الإنترنت بالمنزل ثلاثة أربعة أشخاص التريفونات ومحاسباتهم يحتاجون بحدود أربعة إلى خمسة ميجا أربعة إلى خمسة ميجا تكلف الشركة من 800 إلى ألف دولار شهريا خدمة المواطن الواحد تخيل الرقم الشركات اجتا ستسوي من 2006 إلى حد الآن الشركات القطعة الخاصة كانت تسوي تنطي للمواطن هذه الأربعة إلى خمسة ميجا بالمعدل أربعة إلى خمسة ميجا تطهيها بثلاثين ألف دينار طبعا ماذا تنطيها؟ تنطيها لصاحب البرج بعشرين ألف دينار عراقي أقل من عشرين دولار وصاحب البرج يبيحها للمواطن بثلاثين ألف دولار الدكتور علاء لو تسمح لي لكن هناك نقطة جوهري هنا جدا هنا مربط الفرس نعم الصارق ما يفعل هذه الشركات؟ يفعلها عبر إنشاء تقنيات خاصة سوينا كاشينج إنترنت في العراق محلي نعم يعني كل اليوتيوب كل مستخدام العراق من اليوتيوب سيفنا بالعراق وكل استخدام العراق من الفيسبوك نزلنا بالعراق بحيث أنا أشتري ميجا وحدة أطيها عشرة ميجا للمواطن طيب لو تسمح لي دكتور هذه معلومات علمية مهمة وريدك شوية تبسطها وتوضحها أكثر لكن أريد أسأل الشباب اللي يكتبون بالإنترنت وأريد أعرف من عمر كيف تجد مشكلة الأنترنت في العراق بعد أن استمعت للآراء وماذا عن تصفحكم كيف تجدونا مقارنة بالدول الأخرى على الأقل رغم المبالغ اللي تدفع وأنتم شبكة معنيين بموضوعات الأنترنت ابتداء أنا رحب بيكم شكرا أخوة الضيوف طبعا العراق من قارنة باقي الدول من ناحية خدمة الأنترنت تقدر تصنف بآخر تقريبا خمسين دولة من ناحية خدمة الأنترنت يعني ويا الدول الأفريقية إذا ماكوا دول الأفريقية خدمتها أفضل من خدمتنا من ناحية الأنترنت والتصالات بصورة عامة فبعدنا مثل ما قال الأستاذ إحنا من ناحية البناء التحتية بصورة عامة تقدر تقول العراق بعدها على مستوى العالم ضعيف في هذا الجانب جانب الاتصالات فما نقدر نخصص جهة وحدة ونتهمها نقول أنه هي هاي الجهة المسؤولة عن ضعف خدمة الأنترنت أكو هاي جهات العملية مترابطة ما نقدر نقول مثلا وزارة الاتصالات هي بوحدها متهمة بهذا بهذه المشكلة أو مثلا الوزارة الفلانية أو الجهة الأهلية الفلانية بس إحنا اللوم اللي حكومة بصورة عامة على الوعود التعسيدية والتخديرية المستمرة من 2003 إلى الآن سمعنا هواي وعود هواي مشاريع واغلب هاي المشاريع مشافة الضوء من ذاك الوقت فإحنا نريد نفهم إش دي صر بالضبط لأن سمعنا هواي حدش لحد الآن طبعا شبكتنا الشبكة العراقية الإعلام المجتمعي إنسم تعتمد بصورة رئيسية على خدمة الأنترنت طيب لو تسمح لي بعد الفاصل أريد أعرف من عندك يعني لماذا انتشرت هذه الشائعات ما هي أسبابها ما مدى تأثيرها وهل المبالغ التي تستقطع هي مبالغ بحق ممكن أن تكون مقارنة بالدول الأخرى أعزان المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزان المشاهدين ومشكلة تراجع خدمة الأنترنت عمر يعني أنتم من الشبكات المهتمين في قضية الاتصالات وأيضا بالإعلام المجتمعي لكن أيضا نقرأ في الكثير من البوستات تتناقلون الكثير من الأخبار والآن أكو خبر كذبتها الوزارة يمكن اليوم أو البارحة كذبتها يشير إلى أن الأنترنت سيتوقف لمدة شهر هذه الأخبار من أين تأتيكم أولا وهل تعتقدون أنه ثمت مروجي لهذه الشائعات وكيف تنظرون للمبالغ التي تدفع على خدمة تنقطع يمكن أيام عديدة طبعا بخص موضوع الشائعات بالعراق طبعا تقدر تقول أن العراق من أسرع البلدان بهذا الجانب أنه انتشار الشائعة لأنه هناك الكثير من المصادر الثانوية التي لا يمكن أن تعتمد عليها بنقل المعلومة فهذه المعلومات تنتشعش كلميمات على الفيسبوك تتداولها الناس فتظهر بمظهر الحقيقة أمامهم فإحنا كشبكة رصينة أكيد ما نتناقل أي خبر إذا ما عندنا مصدر موثوق مصدر أولي موثوق ومسموع ومقروء مستحيل نتناقل أي خبر من ناحية الأخرى بخصوص التكلفة والإنترنت بصورة عامة من شمال العراق إلى جنوبه تعرف أنه هناك مصطلح تكنولوجيا اسمه نوهاو اللي هو معرفة الكيفية التكنولوجيا هي من أصعب التجارات بالعالم الناس غير ملمة بموضوع التكنولوجيا مجرد توصل للخدمة يكتفي بهذا الشي الخدمة إذا تسوى عشرين ألف أو مئة ألف وما يفهم بيها تقدر تتذرع بأي ذريع الخدمة ملعي عشرين ألف تقول لي هي تسوى مئة ألف بس أكو مشكلة وقتية تدوم كذا وقت وإن شاء الله ترجع للمياه المجاريه يبقى هذا وعد على المدى الطويل استنتجنا أنه لا أكو أساليب التوائية جاية تتبحى الجهات الأهلية من خلال تقديمها لخدمة الأنترنت للمواطن لقين أكو هواي مشاكل طبعا أول مشكلة هي موضوع الساعات أتوقع نقل الخدمة والأنترنت بصورتها الحالية اللي هي مقسمة أكو خدمة مثلا سعرها 30 ألف أكو خدمة 60 ألف أكو خدمة ضعف هذا السعر أتوقع أغلب هاي الخدمات هي مو بأسعارها الحقيقية يعني جاية تعطى بأسعار خيالية هو أشار دكتور على ما توالم الوضع الاقتصادي للمواطن هذه الجهات جاية تستغل جهل المواطن بهذا الجانب طيب يعني على من تلقي اللوم يعني بنية تحتية يقول الدكتور على يعني متعبة والشركات تحاول جهد الإمكان أن توفر ذلك وبنفس الوقت السعات تبيعها الدولة بتقريبا أربع ضعف أربع مئة ضعف المفروض الحكومة تعين لجنات رقابة ومتابعة إذن كلها على كاهل المواطن ده صير طبعا المواطن هو الضحية بهذا المجال اقتصاديا معنويا تعرف موضوع التجارة يعتمد بصير أي سي على الإنترنت الإعلام إلى آخره طيب شكرا جزيلا أمر أردى أستوضح من الأستاذ علي يعني الوزارة تبيع السعات بمبالغ كبيرة جدا رغم أنها يعني لا تتعاون في وجود بنية لا تتعاون في المهم أن تتقاضى مبالغ نعم هناك من يريد يبقى الوضع على ما هو عليه من الأخير حتى نكون صراحين هناك من يريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه من 2014 طبعا هناك تعرف أنه نحن برنامجنا بالعراقي إذا من وضحه هناك من وهناك وضح لي أنت بعدني من أول جديد من 2014 طبعا أنت أعرف أنه هناك الدولة بدأت بالتقشف طيب حكومة السيد العبادي المشكلة كانت بعدها يعني خلينا نقول مشكلة البنية التحتية لأنه لم يكن هناك طلب للسعات مثل حسا دكتور علي يمكنني يعرف الموضوع هذا كل سنة طبعا الطلب تزيد مرات الضعف من السنورة يعني إذا كان هسا إحنا عدنا مثلا طلب على الساعات مثلا ثمانين لمدة العام كان أربعين كفين فمن 2014 كانت مشكلة ملحدة رجاء الساعات تحددها الوزارة لا 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 الساعات الساعات يعني قصدي البلد محتاج الطلب الطلب موجود الطلب كان قريب 2011 قبل هذا فلحد 2011 بس أن الوزارة من 2011 خططت لبناء شبكة من 2014 طبعا من 2014 فلجأت إلى استثمار طيب الاستثمار استثمار بهذه القطعة مو نحن أول الناس ولا كل بلدان العالم طبعا تلجأ إلى استثمار بهذه القطعة وطبعا الاستثمار في هذا القطع الأنجح للوزارة والمواطن لأسباب كثيرة منها الاكسفرية المرونة الموجودة بالقطاع الخاص ما موجود بالتقديم الخدمة من قبل الدولة مو فقط الدولة أقصد بالإعراق من قبل أي دولة هناك دائما القطاع الخاص يطلع يوم الجمعة يطلع يوم سبت يوم أطل بالليل قطاع الخاص عندها شزمة مساحة جدا واسعة من المرونة فبتقديم الخدمات كل الدول بأخذ الإمارات نهضت بالاستثمار ماليزيا نهضت بالاستثمار كل هذه الدول أساسها مو فقط في مجال القطاع في كل قطاعات اعتمدت على الاستثمار مع القطاع الخاص طيب فالوزارة لجأت إلى هذا الحل وفعلا لكن هذا المشروع حقيقة بدت بها معرقلات ما أنزل الله بها من سلطان حقيقة مواكبنا الأستاذ دكتور علاء فإحنا قبل سنة لو قبل سنة داخل المشروع هذا في حيث التنفيذ والعمل كان طبعا ما تحصل مثل ما حصلت بالفت بالأون الأخيرة من سوق خدمة والآن أي مواطن طبعا يقدر يشوف الفرق قبل 22-23 واليوم خلي أي مواطن خلي قيسة قبل 22-23 واليوم خلي قيسة وخلي قيسة ينتظر لمو أكثر من أسبوعين بعد خل بعد أسبوعين نشوف إحنا مدى نقول وعود هل مرة الغير يجوز بس إحنا حتى المشروع الوطني لحد ما وصل 93% يالله أعلن هناك مشروع لأن حقيقة مثل ما تفضلت من تنطوعد لا تعرف أن المقابل لا ينتظر إلى سنة أو سنتين الوعود خلص حاليا واقعا المشروع موجود وتنفذ طيب ما حقيقة ما يقوله بعض النواب هل يكون إجابات نواب بالبرلمان يشككون نواب بالبرلمان يقولون ما هو هذا العقد من هي هذه الشركة هل هذه الشركة فعلا حسب ما تقول النائبة هدى سجاد هذا العقد هو استكمال للعقد السابق بين الحكومة وشركة نورو ستيل وفي ذاك العقد نورو ستيل كانت نسبة الحكومة 26% أما عقد سيمفوني إيرثلينك فنسبة الحكومة 17% والفترة الزمنية للاستخمار كانت في الشركة السابقة 15% والآن في أيرثلينك 20 عام نعم خلننرجع على العقد نوروز ولو هي مالحة العقد وهذا العقد ثاني منما خلط الأوراق هاي طبعا نحبون يعني خلط أوراق مشروع بمشروع مشروع نوروز من 2011 عش بزمن أستاذ محمد توفيق علاوي كان مشروع طبعا هم مد الياف ضوئية لكن المشروع اتوقف بسبب نفس هاي التقارير المضللة اللي تم رفع السيد رئيس وزراء في وقتها تقارير مضلة من ناس اللي كانوا السببب في إيقاف المشروع وخسارة الوزارة لأنه بمعنى إيقاف صار من طرف الدولة وعلى أساس الوزير لا لا هذه أحيانة بلو 12 هو أنا نقول على هذا أساس الوزير استقال صحي صحي في وقتها إنه الشركة طبعا من خلال المحاكم أحيي طبعا المحاكم العراقية حقيقة دائما نحن جربنا هي في منصفة وحيادية تماما فوقفت مع الشركة وغر الوزارة غرمت وشركت 270 مليون دولار ما أحد النواب ما أحد سأل هذول اللي رفعوا هاي التقارير المضللة أحد حاسبهم أحد قللهم أحد جاب طاريهم هذول هي هاي التقارير المضللة طلعت من نواب لا طلعت من سياسيين طلعت من ستشعام الموضوع هذا طبعا قديم بس يعني ليش ما أحد يذكر هذا الشي طيب هذه المعلومات اللي جاي تقوله يقولوها نواب البعض يقولون أنهم يستثمروها للدعاية الانتخابية ليش ماكوا إجابات عليها إذا أنتوا تقولون هذه المعلومات مو مضبوطة احنا أي شيء احنا نستعدين على إجابة عليهم والسؤال أهم من هذا كلها وعلى الأخوان البرلمانيين احنا نظن نظن حسن بهم لكنه كان أجزر مثلا ليش ما سئلونا مباشرة كوزارة الصالات مثلا عندك هذا المشكلة اسألني هل تم جسمه سؤال الوزارة في هذا الموضوع نجي على الموضوع بأنه النسب وهذا عقد وهذا عقد آخر هذا العقد مشروع لشركتين يعني يعني اللي يقرأ يقول ما دام النسبة زادت المفروض المفروض أكو خدمة زيانة طبعا وانتو خليت المشروع يتشتغل هتصل الخدمة زيانة طيب اعرف رأيي حاول نفس هذه التصريحات لو سمحني دكتور بضبط اننا حاول نخلط الأوراق وانتلعب مشاعر الناس انشوف الخلط بين مشروع اكس ومشروع واي يعني انا اجي مثل اقارن والله انا اشتريت سيارة بعشرة الاف دولار بس والله غشون اشتريت بيت بخمسين الاف دولار وهذه سيارة وهذه بيت ما اكوجه المقارنة قصدك الخدمة تختلف لا 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 المشروعين بدأت قارن سيدنا بدأت قارن بان الدولة حصتها 26% من عقد وهنا 17% من عقد هذا عقد وهذا عقد اخر ال17% اكثر من 26% هنا لانه حجم الخدمات وحجم الواردات من هذا العقد اضعاف اضعاف حجم الواردات هنا فأني كان المفروض والمقارنة بالمبالغ النهاية المتحصل للدولة كان الاجدر انه اذا ارد اقول هاي ال17% قد تجيب لكم مليون دولار وهذه 26% كم مليون دولار وهناك تطلع المقارنة صحيح يعني بالضبط مثل ما انا اجي اقارن اقول شوف هذا فقعت عين بالمقابل القى هو فاقع اثنين عين للطرف الثاني ما اسمع الطرف الثاني الحقيقة كل الاعتراضات على المشروع كانت من هالنوع يعني واحدة من الاعتراضات انه هدر المال العام زين الدولة ممساهمة ولا دينار من هذا المشروع المال العام هو الميزانة الحكومية يهدر المال عامي اما انه انا اسوي مشروع دولة تمويل المشروع تطيل المقاولة ينفذ المقاول وياخذ فلوس اما كان المشروع مثلا مو بحاجة الدولة مشروع وهمي مثلا او غير مفيد الدولة او لا مشروع مفيد الدولة بس نفذ بكلف اضعاف الكلفة الحقيقية هاي الشكنين لهدر المال العام زين مستثمر يجي يستثمر يبني شبكة عملاقة للبلد يملكها للدولة من اليوم الاول ويطيل الدولة 400 من اجمالي واردات هذا المشروع ويطيل خدمة للواطن ممتازة بضمان جودة خدمة ويقوم يقول هدر المال العام كيف هدر المال العام نجي نقول ها والله النسبة اقل شوف واحدة من المفارقات الخطيرة اللي يتلعبون بها بمشاعر الناس اي مواطن هستيسمع بسيط الدولة مشروع الدولة تأخذ من 17% والمستثمر اختلاه 80% وما اذكر انه هو الممول منين وخلي هيتش مطلقة العبارة بالضبط مثل ما اقول لا تقربوا الصلاة واسكت لا اله لا اله واسكت لا اكمل الحقيقة المشروع ما هو المقطع خاص بالكامل الدولة لا تأخذ 17% بالحقيقة والمستثمر 83% الدولة تأخذ 17% وزارة الصلاة 20% وزارة المالية ضربت مبيعات و3% ضربت دخل اللطيف بالموضوع انه نفس البرلمانيين هم اللي اقروا 20% ضربت مبيعات على الاتصالات يعني هو يضمن لي هسه انه الوزارة المالية مراح تأخذ 20% حسن في ضوء انه يقول مستثمره 83% اذا 83% مبيعات يأخذ المستثمر يضمن انه المالية متى 20% من المالتها ما يقدر بس ليش أدلس عن ناس زين المشروع هذا ما بيكلف انشاء وتشغيل بيكلف انشاء وتشغيل بالضبط يعني احسن مشروع بدنا ممكن نروح مئة بالمئة طيب لو تسمحني اذهب الى فاصل وايضا استوضح من عندك بعض المعلومات التي وردت ويعني بعض ما اشيع في الفترة الماضية اعزائي المشاهدين فاصل ونعود من جديد اعزائي المشاهدين والحديث عن مشكلة التراجع خدمة الانترنت اللي اتحدثت بدكتور علاء بتفاصيل الها علاقة بالعقد وانتم تشيرون انه ثمت مشاكل قانونية متعلقة بالمشروع هي التي اثرت ايضا على المشروع وتصريحات من بعض السياسيين من بعض النواب دون ان يكون لهم علم لكن بواقع الحال ظهرت العديد من الاقاويل والشائعات ترافقها ايضا انقطاع بالخدمة مو صحيح يعني الناس يخابرون اهل الشركة نفسهم اهل البرج نفسه والله يقولون جو البحار والكيابل مدريش صار بي والله يقولون اكو تسرب وبكردستان اتوقف صحيح لأولا اضم صوت بالكامل لصوت المواطن والذي عن من هذه الخدمة احنا كمختصين هذا ما كنا متفاجئين بشكل الخدمة حاليا مثل ما ذكر استاذ علي من 2012 في 2012 ألقيت محاضرة في مؤتمر عالمي كنت أخمن أنه ليس لترافق في الدول الشرق الأوسط كلها ليس فقط بالعراق أنه ضعف كل عام الزيادة ضعف كل عام في ضوء خمس سنوات احنا عندنا سنة ترافق معين حجم ترافق معين السنة اللي بعدها ضعف اللي بعدها أربعة ضعاف اللي بعدها ثمانية اللي بعدها ستعاش في ضوء خمس سنوات أنا وصل 32 ضعف أنا أول من أطلق مصطلح انترنت تسونامي الشبكات الانترنت بكل شرق الأوسط واجهت انترنت تسونامي للأسف كل الدول أخذت احتياطاتها الوزارة في صلاة العراقية يعني شنو قصدك على المتوضح انترنت تسونامي أنا أعد طلب على خدمة الانترنت كل سنة ضعف السنة السابقة لازم شبكات البنى التحتية لكل أي بلد تتضاعف بوتيرة أسرعة حتى أغطي طلب أنا بيوم يزيد عن طلب وأنا البنى التحتية ماتي بنفس الحجم الأصلي طبعا الحسن قعد اختناق احنا كنا شايفينها حقيقة واضح منذ العام أنتم كمستثمرين شايفينها حقيقة كمختصنين بقطع الاتصالات طيب هذه القضية ترفقهم بها تقارير للدولة لو أنتم أيضا بالضبط وليس 2017 وليس خدمت الانترنت مزينة من 2011 و12 وباشرت الوزارة بمشاريع بنى تحتية كبيرة لكن كانت تلاقي يعني ما تلاقي من معرقلات ما هي أهم معرقلات رفع قضايا إيقاف المشاريع إيقاف المشروع يعني المشروع الأول أوقف بتقارير مضللة هذا المشروع أنا خلال عشرة أشهر مديت بحدود 3500 كم رقم مقيف حتى أوصل الخدمة بأسرع من يمكن للمواطن من شهر الثاني 2017 قضية أولى كسبناها بالقضاء قضية ثانية توقفنا أربعة شهر كسبناها بالقضاء طبعا القضاء حقق بكل هذه من الذي يرفع هذا المشاريع بعض السادة النواب يرفع قضية طبعا القضية الأولى يعني ما وقفت ما أسمت في إيقاف المشروع ردت القضاء رد الدعوة على المشتكين القضية الثانية القضاء قبل الشكوى وحقق به مدة أربعة شهر توقف المشروع والقضاء حكم بسلامة تجراءات المشروع بالكامل وعن طال إشارة بالمباشرة رجعنا باشرنا رفعت قضية ثالثة رجعنا كسبناها بالقضاء طبعا بداءة وتنميزة طيب شلون النواب من يقعدون يقولون نريد استثمار والبلد ما ينقضى غير الاستثمار رئيس الوزراء يصيح ليل نهار ما عدنا غير الاستثمار هو يقول يقول هناك من يريد إيقاف عجلة البناء والاستثمار تنزل عند حقيقة أن هذا المشروع هو مو بصالح العراق فرضا خلي على صفحة المشروع البديل شنو بديلكم لبنى تحتية تليق ببلد مثل العراق شنو الآن الإنترنت ما عاد خدمة خدمة رفاهية وخدمة للتصفح واللهو الآن الإنترنت وبنى تحتية هي عصب الحياة البلد اللي ما يبني بنى تحتية عملاقة وبسرعة وبإمكانات إيقافة يا دكتور علاء دي يقول لك إحنا دي يثقوا الكاهلنا أنتو جاي تشكون من المعرقلات وبنى تحتية وتصعدون علينا المبالغ وفيما بعد خدمة ولهذا 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 أقول بالنتيجة هذا المشروع صمم ليكون الحل الجذري لكل مشاكل الإنترنت والإتصالات في العراق هذا المشروع رح يوفر خدمة الإنترنت للمواطن وده يشوف المواطن هذا الشهر من ذلك أستاذ علي ده يشوف يشوف التحسن الكبير بمستوى الخدمة هذا الشهر وخلوا أنا بني تقول لي ما شعيف أكون صريح وياك شو تقول عمر شهر الواحد شهر الواحد أستاذ عمر شهر الواحد ولحد يوم 22 ثلاثة لخدمة الإنترنت كانت بمستوى هذا الأسبوع الماضي ممكن أنا أوجه السؤال للعمر لو تسمح لي أنا بالنسبة لي يعني صحيح اللي هواي معلومات ممكن تكون علمية شي منها القبيل بس واقع الخدمة يمكن أنت تحكي لي عليها أكثر العملية متباينة يعني كخدمة إنترنت هو مثل ما قال لأستاذ العملية اللي راحت لنفس خدمة الإنترنت الآن أكو قانون صاغ أحد العلماء بالتكنولوجيا وجانب قريب من التكنولوجيا منسيت شنو اسم القانون بس هو أنه التكنولوجيا لازم كل سنة أسياً تزاد للضعف فهذا القانون بدأ بالستينات بستمر إلى الآن فكل بده هان العالم دات مارسة بس إحنا ميم الموضوع قصدي قضية التصفح تحديداً خاصة يعني الكثير من العاملين في هذا القطاع البلد يعتمد بشكل كامل يعني أنا أروح المصارف متوقفة بنوك متوقفة من الذي من الذي يتحمل بنوكة نظرك عمر نقطتي هنا أنا شنو الفايدة أوكل شخص عشر تيام وجوع يومين أو العكس فأني لذاك قلت لك العملية متباينة أنه نعم مرات نحس أنه خدمة الأنترنت ذهبية وجيدة جداً وتمول فترة طويلة الخدمة تعبانة ومن الخابر أبو الشبكة يشمرها على جهات أخرى من تجي تشيك الوضع الجهات الأخرى تقول لا هاي أبو الشبكة هو المسؤول عن هذا الموضوع هي هاي المشكلة أنه من المسؤول يعني لكل ترمي الاتهام مع الطرف الآخر بعدين عمر يمكن يعني أنت أيضاً تعاني من قضية أن تتصل بصاحب البرج مع أن تسموه صاحب البرج عن المسلمات يعني أنا لا أفترض أقوم بهذه الخطوة شنو بالله جوابه أنا بالنسبة لي جوابه هو اللي عضد لي بوجود صيانة بجهة معينة صيانة عد الشبكة الفلانية أو كردستان أو الكيابول اللي تعرض إلى حادث أو قفو أو كاركوك مو صحيح؟ أكو أكو شون نسميه هو محاولة استغلال جهة للمواطن يعني حتى أنا اللي اختصاصي قريب من هذا الاختصاص مرات أوقع بهذا الفخ أصدق كلامه فهاي يعني أصبحت مثل ما قال عصر الحياة كل أكل والنوم والشرب فما المفروض قضية أعتبرها من المسلمات أجتها بحب صورة يومية بحيث قال قتني شون هاي نشي البس اليوم شون أطلع نفس العملية ويمكن أكو اعتماد كبير صار سواء في الإعلام سواء في المؤسسات الخدمية الأخرى يتوقف عصب الحياة أكيد إذا توقفت خدمة الأنترنت تعتبر هواية منظمات حكومية وأهلية توقفت عن العمل لأن عملها بصورة أساسية يعتمد على الأنترنت فإنت شون تريد تطور البلد إذا هاي الجوانب عندك متوقفة شكرا عمر على التوضيح يعني عود لو تسمح لي يعني أستاذ علي رئيس لجنة الخدمات في تصريح صحفي يقول ضعف شبكة الأنترنت حصل بسبب سوء إدارة وزارة الاتصالات هذا آراء البرلمانيين ويقول أيضا أن الأزمة تتحملها الوزارة إجراءات اللازمة لوضع الحلول ومعاقبة شركات الأنترنية المتهاونة في عملها الوزارة أخذت إجراءاتها أين كان دور الحقيقة بعض من مو هي مسألة بس أنا ألقي اللوم طبعا أنا من المدراء العامل اللي حتى على شركة الاتصالات على وزارة نفسها إنك انتقاد لأنه الانتقاد اللي ما يعترف خطة ما يقدر صح خطة من هذا المبدأ إحنا مثل ما لازم نعترف إحنا أدنا بنية شبكة بنية تحتية سيئة لكنه الحل إنه بنينا سوينا شبكة طبعا بالمناسبة يمكن يدري أستاذ علاء إحنا صارنا ثلاثة شهر من شهر الاثنائش اللي سلمونا المشروع بشهر الاثنائش أعتقد 2017 شوكة بعد ثلاثة شهر بعد ثلاثة شهر يعني للاستلام من الشروع فقط يعني هاي البيروقراطية الحقيقة موجودة بالحكومة يعني أنا كمجرامة أقدر أتجاوز رغب أنه يعني أريد قبل يوم يكون رغم يتصير معركات بس حقيقة كل ما يطلع رئيس الوزراء مثل ما قال دكتور علاء كل نواب يتحدثون عن أهمية الاستثمار وإنقاذ البلد هذا اللي دا سمح أسوأ رسالة أسوأ رسالة لنستثمر هذا المشروع معنا هذا المشروع لا تتصور لمستثمر العالميين مدى يعرفون إيش دا يصير والشون إنه مستثمر أكثر من مئات الملايين أكثر من ثلاثمائة مليون دولة الصرف هنا وفي كلها في مواقع الدولة وسلموها للدولة أنهم مو جايبين فاتشي يعني هو جايبين أجزتهم في مواقع حكومية بناء وشبكة وبإشراف الدولة وإدارتها مئة بالمئة للدولة ويعاملون هذه المعاملة حقيقة رسالة سيئة رسالة سيئة جدا دكتور علاء يقول وزارة وياهم طبعا نعم ليش روس الأموال العراقية الآن تستثمر خارج العراق أين روس الأموال العراقية لأنها هنا مضطهدة لأنها هنا يعني ترى ما ترى من معرقلات طيب بالمقابل يعني أستاذ علي قال يعني فد موضوع علينا أن نتوقف عنده يعني قال أن القضاء العراقي يتعامل بحرفية يتعامل طيب لو لا القضاء العراقي مكان طيب على هل منوال وهاي بالعالم هو يصير أي واحد يوقف مشروع معين بأرقام وهمية وبمغالطات وين القضاء في إدارة الجهة الأخرى مو هذا رح توقف مشروع يعني أنتم منوقف لكم مشروع أربعة شهر سويتوا قضية أخرى موقف البلد لأكو خوف من هذا النائب لأنه ملتزم ملتزم تجهة سياسية رفعتوا شيء على هذا النائب هذا سؤالي نحن لحدنا لا مرحب بس نحن رفعنا نحن كشركة عامة مو دكتور علاء تقولون توقفتوا أربعة شهر الشركة المستثمر لهم لازم ترفع طبعا نحن رفعنا للوزارة يعني الوزارة هي اللي تقدر ترفعها كخضية طيب نواب آخرين يقولون أن الشركة الدولية للأنترنيات التابعة للوزارة والتي وقعت العقد ليست شركة معنية باعتبار أن الكابل والبنى التحتية هي من اختصاص شركة الاتصالات والبريد وهي من قطاعات وزارة الاتصالات لو تسمح لي أسمع تعليقك لأنه شوية حصرة تشرب ماء وبعد الفاصل الناقش هذا الموضوع عزان المشاهدين فاصل ونعود من جديد عزان المشاهدين ومشكلة تراجع خدمة الأنترنيات أستاذ عليكم أنا أتحدث عن النظام الداخلي عن نظام الداخلي لشركتكم ونواب برلمانين يقولون هذه القضية متابعة لكم ليش تشتغلون بها لو أدعزينا كتاب بسيط وندزلهم نسخة من النظام الداخلي نص صريح جداً المادة الثانية أعتقد يكون أنه المسؤولة الشركة يعني يعني معقول النواب ما يعرفون يعرفون يعني لكنه الكلام شيء والواقع شيء آخر موجود يعني زودة كام نسخة وموجودة على موقع شركة الانترنيت النظام الداخلي شبكات الانترنيت والانترانيت يعني مفاقد الانترنيت الانترنيت والانترانيت من اختصاص شركة الانترنيت ماذا عن مشكلة كردستان وكركوك بشأن نعم بشأن ضعف بالفترة الأخيرة نعم حقيقة مثل ما يعرف أنه كركوك وأجزاء من ديالة هي كانت خارج حقوق الصريحين يكون خارج سيطرة السيطرة اللي يقول الوزارة الاتحادية السيطرة الاتحادية نعم كانت يعني المحافظ تقريباً عنده شبه استقلالية في مدينة كركوك فهناك أعطى حقيقة موافقات لمد كبابة ضوئية من دول الإقليم وإيصالاً إلى كركوك وبيعها طبعاً طبعاً هذا كان الانترنت ذاك الوقت كان كلش متوفر في كركوك لأنه ما كان وأثر على خدمة بغداد لو ما لعلق أثر الشون أثر لأنه من وصل هنا قدر أنه قسم من الشركات بصورة غير قانية يعبروها من كركوك إلى المناطق قريبة من كركوك لكنه من صار القطع من دولة سيطرة صار القطع احتياج كركوك يعني شبه مثل كهرباء صار هذه المنطقة كبيرة بدون إنترنت سحبت الإنترنت من بغداد فصار الضعف في عموم البلد طيب ما حقيقة الانتقادات التي توجه للوزارة وتقول هل من المعقول دولة بالعالم تشتري الميجابات بنص دولار وتبيع على الشركات بمئتين دولار هاي مغالطة لا رقموها المبالغ بي مبالغ بس يعني وصلنا لا كنا أغلى أي نعم نحن أغلى بلد بالعالم في أجربان تحت هاي اتفق ليش ليش هذا الليش حقيقتين هي بالمناسبة هي الوزارة شركة الاتصالات المعنية بأجربان تحت هناك سياسة وضعتها الوزارة للأسف هي سياسة أنا أشوفها أنا أجزء من الوزارة لكن هاي السياسة كان مفروض يكون بيها تخفيض منذ زمن بعيد يعني صحيح والإنترنت عالميا كان السعارة ممثل هسا وداما في إنخفاض كان المفروض يعني التواكب يعني ما واكبت بالعكس بقية أسعار يعني المعلومات اللي عندي تقول أن يعني سرعة الأنترنية في الأردن وغيرها وهي أفقر الدول تبلغ 60 ميجابات للفرد الواحد وبسعر أقل هل هذا صحيح؟ صحيح إحنا نريد نوصل إلى هذا الشي الريد نوصل وقادرين وقادرين مشروع الوطني يوصل أكثر منه رياح يوصل 100 ميجابات طيب يوصل لوم هاي العراق كان المفروض يسأل اللي دي عرق ليسأل هاي المواضي أنت ليش يعني يسأل ليش ما وصلنا مؤاني لأسئل إحنا حقيقة بدلنا كل جهدنا لأكثر من قبل أكثر من سنة لتشغيل المشروع المشروع حس يشتغل إحنا بالنسبة أنه كفد نقطة بسيطة يعني الخدمة اللي راح توصل للمواطن إن شاء الله هاي إحنا مرحلة أولى راح طبعا الخدمة راح في ازدياد مستمر بإذن الله لكن إحنا بنأمل إنه مو فقط الخدمة إنما إيصال الخدمة للمواطن مو عن طريق البراج أستاذ علي يمكن أنت راح تورطني ما يعرفون المواطنين تليفونك راح يخابروني يقول يا بالضيف اللي طلع بالبرنامج قال لك الخدمة راح تكون جيدة أستاذ علاء نسمع من حضرتك ماذا عن هذا الكابل الكابل الضوئي ماذا عن هذا الحديث من أن ثمت معرقلات كثيرة وإشكالات قانونية والأبئ على المواطن ماذا عن الأقمار الصناعية ما علاقة قضية الأقمار الصناعية في هذا الموضوع هو الانترنت سابقا قبل الألف الضوئية كان العراقي يستخدم يعني يجلب سعات الانترنت عن طريق الأقمار الصناعية والتي هي خدمة جدا مكلفة وبسعات محدودة غير مناسبة لأي بلد كل بدن العالم غادرها منذ زمن طويل الآن يوجد بعض المشاريع المستقبلية الخيالية التي تشير إلى أنه سننشر آلاف الأقمار الصناعية حول الأرض وننطق خدمة انترنت للمناطق التي لا يوجدها الانترنت بعضها يقول بمجاني بعضها يقول بأسعار طبعا هذه لا تزال يعني قيد الدراسة لا لا بعضها بدل التنفيذ لكن لا تزال في طور الناس لم يفهمها في طور التنظير والتجارب لأنه عادة انسعات الانترنت من الأقمار الصناعية جدا مكلفة ومحدودة ما ممكن ينافس ما ممكن ينافس شبكة الفايبر الضوئي وإن نفسها يعني ستكون مكلفة عالية جدا طبعا الفايبر الضوئي الآن معمول ببلدان أخرى ودول أخرى لا هو التقنية الوحيدة المعتمدة بأي بلد يريد يحصل خدمات محترمة هو التقنية الوحيدة حاليا الفايبر الوايرلس محدود الأقمار الصناعية محدودة والعراق ليس بدعة من الدول العراق يملك الآن بهذا المشروع الوطني الانترنت العراق يملك أسرع شبكة تبنى تحتية بشرق الأوسط النقطة الجوهرية في هذا المشروع الآن تتخيل سنة 2017 كان المواطني يعاني من سوء خدمة الانترنت ومن غلاء أسعارها وهو يملك تحت أرض أسرع شبكة انترنت بالشرق الأوسط بس هناك معقلات تشغيلها حسنا شو نقول للناس احنا من واعد احنا نقول سوينا موجودة حسنا الآن دعوة من برنامج الكريم دعوة لكل شركات العاملة بالانترنت حاليا لتقديم للحصول على سعات غير محدودة وباستقرارية عالية جدا من مشروع وطني الانترنت طيب أتوقف شوية على شائعة صغيرة أو مشايعة وإنما وجود مخاوف من اختراق الشبكة المعلوماتية للعراق المسؤولون بالوزارة يقولون تطلقها شركات منافسة لأن عملها سيتأثر بعد تنفيذ مشروع سيمفوني إيرث لينك ونحن كجهة رسمية تهمنا المصلحة العامة في هذا المشروع وليس فيه ضرر ما هو المعارضة المشروع لعطان الانترنت لأن الناس ستضرر هذا واقع من الناس ستضرر شركات ونكون صريحين ومستثمرين وراء هذه الشركات وكل من يريد الحكومة الإلكترونية ما يصير والتعليم الإلكتروني ما يصير وكل من يريد العراق يحمل الترافيك عالمي ما يريد العراق يمتلك ناصية التقدم العلم من هم الأول أن هذا مشروع ما يصير النقل بخصوص الجزء الثاني من سؤال حضرتك الذي ذكرني سيتأثر بتنفيذ هذا المشروع ونحن كجهة رسمية ليس فيه ضرر أمني كما أنه يغفر إرادات مهم الخزينة أريد أن أتكلم عن أقام الدنيا ولم يقعدوها عن الخرق الأمني الذي سيقوم هذا المشروع أي هو هذا الذي أردك الخرق الأمني الوطني تفيد مسألة مثل ما قال ساد عمر الناس جاهلة بالتكنولوجيا فمن تتوضح له الأمور توضح المشروع أنا أشبه المثال بالضبط هذا المشروع وعلاقته بالأمن أشبه بالضبط وهو مثال ينطبق تماما على مشروع تنفيذ طرق سريعة في أي بلد أنا أقول مثل ما عندي وزارة العمار والإسكان عندي وزارة اتصالات مثل ما عندي هيئة طرق وجسور عندي وزارة شركة الإنترنت هيئة طرق وجسور تتعاون مع مستثمر يعبد لها طريق طرق سريعة عالمية بالعراق تليق ببلد مثل العراق شركة الإنترنت تعاقدت مع مستثمر شركة اتصالات يبني لها شبكة ضوئية طريق بالعراق مثل ما مو مسؤولية الشبكة مو مسؤولية الشركة اللي يتعبد الطريق تحمي وحص سيطرات عليه حتى تأمنه أيضا مو مسؤولية الشركة اللي تنفذ الكيبض الضوئي تروح تحمي أمن المعلومات الإمارابية الآن هل نستطيع مثلا صار خرق أمني إرهابي على مدينة معينة عن طريق طريق معبد بالاستثمار هل من المنطق نجيب المستثمر اللي يعبد هذا الطريق ونقول له تعال أنت شون سويت لطريق فاته من الإرهابيين مو منطق طبعا لا فكيف أسأل الشركة المنفذة اللي يفضوئية عن أمن المعلومات بهذا الموضوع أنت تقول في بداية حديث أن هذا المشروع هو عصب هذه البلاد وأيضا محور إشكالاته ماذا تقصد؟ لا شوف بالجانب الأمني الجانب الأمني بشكل جدا واضح ليس من حق الشركة المستثمرة أن تدخل بالجانب الأمني إطلاقا أو حتى تسأل عن الجانب الأمني لأن هذا الموضوع وخصاص الأجهزة الأمنية العراقية حصرا فما ممكن هذه شبهة خرق الأمن الوطني وحساب المواطن والتلاعب إذن ما أهمية هذا المشروع بشكل مختصر هذا راح يشكل راح يغير فسف الدار الدولة بالعراق راح يجهزني خدمة الانترنت ممتازة المواطن العراقي لن ينقطع الانترنت عن أي مدينة عراقية بعد تشغيل المشروع بالكامل متى ينتهي بالكامل؟ الآن قيد الاستلام خلال 30 يوم المفروض اللجنة تكمل كل أعمال ويدخل الخدمة بالكامل وماذا عن المبالغ بصراحة؟ طبعا راح يكون انترنت بكثير من السابق وبأسعار أرخص في ماله والوزارة ساعدتنا كشركات نعم ونتنزل السعادة مال انترنت هذه هم بعدكم تنتظروا؟ طبعا والأبراج وين راح تكون؟ الأبراج راح يكون وكلاءنا بتقنية الفايبر الضوية كل أصحاب الأبراج أضمنوا لهم أنه راح يكونون هم وكلاء لأنه أنا ما راح أوصل من 109 مدينة عراقية ما راح أوصل للمواطن أنا من 109 مدينة عراقية راح أنطي استثمار لأهل الأبراج يستثمرون بشركة ضوية هم يبنوها وهم ينفذوها ويكونوا مش فركانة شكرا دكتور على في ما تبقى ما هي يعني رغبتكم ما هي يعني أمنيتكم أن يتحقق استمعت إلى معرقلات الاستثمار وهل فعلا هذا المشروع سيكون خادم للمعرفة العراقية للعلم العراقي؟ طبعا أنا ابتداءا أتمنى أنه ينوجد تعاون مشترك بأن جميع الجهات المعنية وعلى مختلف الأصعد في سبيل توفير خدمة أنترنت رصينة لأنه أكو تقاعس دي يبدر من بعض الجهات دي يأدي إلى عرقلة تنفيذ المشروع المشروع اللي المفروض يتم بسنة جاي يأخذ له سنوات مثل ما قالهم الأستاذ قد يعني يكون النظام البيراق راطي النظام المكاتب بالعراق من أعقد الأنظمة بالعالم أنه إذا عشر مكاتب كانت معنية بتنفيذ أحد المشاريع قد تسع مكاتب توافق على سير المشروع وتتعاون بس مكتب واحد ما يتعاون وهذا الشيء أخر تنفيذ المشروع الكل يتحدث عن النافذة الواحدة في الاستثمار ويقول دكتور على أن هذا المشروع هو الذي سيوفر الحكومة الألكترونية طبعا أكيد وهذا حلم كل العراقيين طبعا طبعا الانترنت بالمكان يساهم تطوير التعليم التعليم جا يتحول من تعليم ورقي إلى تعليم الكتروني قزي من نظام الهارد كوبي كبوكس أو كتب إلى محاضرات على الانترنت كذلك الميديا كهوائي قنوات هي موجودة فقط على الانترنت طيب غير موجودة على الشبكة يعني عمر أنا آسف لأن وقت البرنامج انتهى يعني أتمنى أن يكون ثم التضامن حقيقي لمصلحة هذا البلد لهذا المواطن وللرفع في مجال العلم والتكنولوجيا في ختام حلقة اليوم أتقدم بشكر جزيل للضيوف المعنيين الكرام علي القصاب المدير العام للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات والدكتور علاء جاسم موسى المدير التنفيذي للمشروع الوطني للانترنت والشاب والناشط عمر حازم عضو الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي أنسب للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة تحيي لكم مشاهدين وإلى اللقاء